موسيقى الهيمنة على الذات لها مرحلتان المرحلة الأولى صعبة والمرحلة الثانية أصعب المرحلة الأولى الهيمنة على الجوارح يعني أن تكون أنت المهيمن على عينك أن تكون المهيمن على أذنك أن تكون المهيمن على لسانك الله سبحانه وتعالى أعانك بحجابين ولسانا وشفتين عندما تريد أن تتكلم بكلمة الغيبة فيها حلاوة التهمة فيها حلاوة للنفوس العادي الكلمة أرادت أن تخرج الله سبحانه وتعالى زودك بهذين الحجابين تسد هذين الحجابين تطبق الشفتين إحداهما على الأخرى وتبتلع تلك الكلام هذا يحتاج إلى سيطر هذا يحتاج إلى مقاومة الشيطان أول من يدخل في السوق وآخر من يخرج من السوق الصائغ أو الكاسب أي كاسب في السوق مرت أمامه فتاة النفس تنازعه إلى النظر ولكن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الشريف أعانك بالجفنين تطبق إحدى الجفنين على الأخرى أو تغض قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إذا ما تغمض عينك غض من عينك يعني ألقي بنظرك إلى الأرض هذا يحتاج إلى سيطرح يحتاج إلى هيمنح هذه المرحلة الأولى الهيمنة على الجوارح المرحلة الثانية التي هي الأصعب الهيمنة على الجوانح الجوانح يعني الباطن الباطن بيدي وبيدك كل شصى الإنسان بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وبالتمرين المستمر هذه القضايا تحتاج إلى تمرين كل شيء في الحياة يحتاج إلى تمرين الرياضة البدنية تحتاج إلى تمرين المرتاضون يتمرنون على قضايا معينة في البداية صعبة ولكن بمرور الأيام تهون القضية أول ما تقف وتقول الله أكبر الشيطان يأتي محراب يعني شنو؟ يعني محل حرب حرب حقيقي حرب غير منظورة أبطالها الداخلون فيها ومم منظورين إنه هو يراكم وقبيله من حيث لا ترونه الشيطان يودي فكرك من هنا إلى هناك الإنسان يتمكن يسيطر على جوانحه؟ نعم الجوانح القوى الباطنية القوى الباطنية من عالم الملك كما أن القوى الظاهرية أيضا من عالم الملك الإنسان بالتوكل على الله وبالإرادة وبالتمرين يخضع جميع قوى عالم الملك للإرادة التي هي من عالم الملكوت ترجمة نانسي قنقر